موسيقى إذن معنا الآن حارس المنتخب الوطني نادر المياغري إذن أول سؤال كيف تشوف هالتربس الإعدادي بإسبانيا والحمد لله في الماسكار دايز بخير على خير والحمد لله في كل الظروف ملائمة ونحن نستعد بكل جدية يعني عندنا تمرين صباح وبالهشية والكل جاز إن شاء الله تمثيل المغرب حسن تمثيل إن شاء الله سؤال تاني حول يعني بعد الإصابة ديالك وبعد العودة ديالك للميادين كيفاش كيشوف نادر الحالة الصحية ديالوليا قلبة دانية الحمد لله ما فهم بعد الإصابة رجعت يعني نقول لك دابة مئة في المئة بحكم أننا جريت ثلاث مقابلة متابعين يعني لعبت ديربي وموراب مقابلة مجلة كانت نادر المغرب فاسي ولعب نادر أسفي يعني المياغري حسب رأسه مياة في المئة جاهز ودائما تنقولوا الاختيار تبقى المدرب هو اللي عنده الصلاحية يلعب شكل كين بالنسبة لتجربة كأس إفريقيا شنو يمكن يقولنا نادر المياغري على هات تجربة وكيفاش كيشوف حضود المتخب الوطني في هاد الكأس الإفريقية المقبلة وتجربة دي المياغري في الكأس الإفريقي اللي مرت فكان في الاحتياط ولعب مقابلة واحدة في غانا و اللي غادي نقول لك هو أن المقابلة الأولى اللي غا تكون داتونس هي المشتاح دي الانتلاقة دينا إن شاء الله اللي حققنا ثلاثة النقاط فنقول لك وعند خمسين في مئة ديالتأهول إن شاء الله للدور الرابع ونحن غا نوجد المقابلة كل مقابلة و يعني كل مقابلة عند الصيفة ديالة يعني اللعبو تونس عاد نشوفه القابون عاد نشوفه آخر مقابلة و إن شاء الله نحقوش نتيجة إيجابية في هذه المقابلة إذن شنو آخر كلمة اللي تبغي تقول المحبين ديالنا دير المياغري ومحبين ديال المنتخب الوطني و اللي غادي نقول هو غادي نتنشكر جاهل المحبين ديالنا دير المياغري بحكم أنه طلقت إشاعة اليوم على أن المياغري مصاب فالحمد لله أنا موجود يعني مئة في المئة ما كلا إصابة لا ولا غير و اللي بغيت هو تنشكرهم وتنزيد نشكرهم بزاف بحكم أن كل تاصلتي تطمن على الصحة ديالي و إن شاء الله نحقق لهم واحد نعطيهم واحد الجزء أولا وبسيت من ذاك التضحية اللي ضحاوا معايا وفطيلة الإصابة ديالي وكانوا تطمئنوا على الصحة ديالي فأنتمنى أنني نكون قد يعني نردهم واحد الجزء أولا وبسيت من ذاك الحب ديال المغاربة كله إن شاء الله إذن شكرا ندي المياغري نعفو شكرا